ماتت قبل أن تولد ولربما كان مخططاً لها ذلك هي اللجنة الدسورية السورية قبل أن ينهي المبعوث الأممي ستيفن ديمستورا مهمته في سوريا وبإحاطته الأخيرة لمجلس الأمن أعلن مجدداً فشل مفاوضات تشكيل اللجنة الدسورية السورية ليدخل مفاوضات الحل السياسي برحلة موت سريري آخر بعد عام على إقرار تشكيلها بمفاوضات سوتي التي أتاحت لروسيا ومن خلفها نظام الأسد القفز على قرارات مجلس الأمن واجتماعات جنيف عندما اختزل الحل السياسي بمسألة الدسور واستبعدت كل الأحاديث عن حكومة انتقالية وغير ذلك نص بيان سوتي على إقرار اللجنة دستوراً للبلاد أو تعديل المعمول به ليقود الانتخابات الرئاسية وبرلمانيغا الروس نجحوا بفرض رؤيتهم بعد تبني الأمم المتحدة ممثلة بديمستورا تشكيل اللجنة الدسورية لتمهد بعدها لمفاوضات أسان كوصي على مقررات جنيف ثم تبنت موسكو تقديم خمسين شخصية من النظام كثلث من مائة وخمسين هم عدد أعضاء اللجنة الدستورية يقابلهم خمسون من المعارضة ومثلهم من التيار المدني الذي ترشحه الأمم المتحدة لكن على الأرض كانت ورقة الوقت بيد النظام فتحت مظلة المفاوضات قدمت قوات النظام الأرض حتى استعادت ما خسرته في سني الثورة وكأن بشار الأسد كان ينتظر الفرصة حتى يعلن النفير بين قواته وشركائه فينهي وجود المعارضة في دمشق وريفها ثم درعا لينتهي الأمر في إدلب ضمن تسوية مجهولة المصير يتحول استفهام ألاف المكلومين والمشردين إلى سيل جارف من الأسئلة من وكيف ولماذا ترك السوريون وحدهم في مواجهة أكثر آلة عسكرية دموية في العالم وإلى متى يستثمر الجلاد صمت الكبار وربما توطأهم ترجمة نانسي قنقر